موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مرحبا مجددا مشاهدين لونق نظرة على مؤشرات الأسواق العربية والخارجية والعالمية وأيضا أسواق النفط والعملات والمعادن موسيقى نبدأ مشاهدين بمؤشر القاهرة EGX30 الانخفاض يهيمن على البرصة منذ بداية التعاملات بـ 14% الآن بواقع 56 نقطة برصة الأردن انخفاض بـ 1 من 100% بيروت بـ 10% انخفاضا الضر البيضاء مرتفعة بـ 20% الأسواق الخالجية السعودية حالة من التذبذب ما بين الأحمر والأخضر بهمش ضئيل 1 من 100% الآن ارتفاعا أقل من النقطة الواحدة أما في قطر فتتواصل الخسائر لهذا الأسبوع بنصف نقطة مئوية حتى اللحظة وقبل الإغلاق بدقيقة واحدة في الكويت ارتفاع بـ 13% مع إغلاق اليوم اليوم أبو ظبي أغلق في المنطقة الحمراء بـ 1% دبي بـ 5% في إغلاق اليوم مرتفعا البحرين 10% انخفاض أما سلطنة عمان فـ 10% ارتفاع ما إغلاق اليوم الآن مشاهدين الكرام نترككم للتعرف على الأسواق العالمية وكذلك أسعار النفط والعملات والمعادن وأيضا إغلاق البورسة القطرية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 الهبوط هذا اشتركوا في القناة ايضا خلال جلسات الأسبوع الحالي يمكن شاهدنا خلال على مدار الأربع جلسات بما فيهم جلسة اليوم بلغت حجم التدول حتى الآن يمكن تقريبا تخطط السبعمائة وخمسين مليون التراجع تجاوز حوالي المتين نقطة طبعا في انتظار ما ستصفر عنه جلسة الغد التي قد يكون إليها طبع خاص لأن جلسة الغد هتم فيها اعتمد أسعار الإغلاق لأغراض التقييم وفقا لما تم الاعلان عنه للمراجعة الدورية لما أشارت فوتسي لأسواق النشأة واللي هتدخد حاجة التنفيذ بجلسة تمنتاشر تسعة يوم الاتنين ان شاء الله القادم ويمكن بالمناسبة عملية التقييم أصفرت عن استبعاد أسهم الملاحة القطرية وسهم أعمال وسهم مجموعة المستسمرون وإضافة سهم الخليج للمخازن الحالة العامة للمتعاملين في السوق بالصفة العامة هي حالة من الترقب حالة من الحزر حالة من التقييم الشديد للمحافزات المحتملة للسوق الغرض منها يمكن اقتناس الفرص المتاحة في السوق في حالة مائزة استطاع المؤشر انه يعاود الارتفاع مرة أخرى لو نظرنا إلى متعاملين في السوق حنجد ان هما لديهم السيولة لديهم القوة الشرائية ده من جانب من جانب آخر بالنسبة للسوق نفسه تتوافر أساسيات التحليل المالي والتحليل الفني ده وفقا لمعظم التقارير والمعظم المحللين لو كلمنا واخدنا شوق التحليل المالي يمكن ذكرناه في حلقة سابقة هناك العديد من الأسهم اللي بتتداول بقيمة سوقية أقل مقامتها الاسمية هناك عدد آخر من الأسهم اللي بتتداول بقيمة سوقية أقل مقامتها الدفترية مكررات الربحية أيضا من وجهة نظر المحللين الماليين تعدي إلى حد ما مغرية على جانب التحليل الفني هناك العديد من المؤشرات بتشير إلى تشبع حالة من التشبع البيعي لعدد كبير من الأسهم ده طبعا وفقا لعراء المحللين الفانيين وعراء المحللين الماليين. كل هذا ده بالنسبة بنجانب السوق. ايضا يبقى بالتالي انا لدي المتعملين في السوق والسيولة الشرائية والقوى الشرائية. وايضا لدي بعض المحافزات او بعض الاساسيات المتوافرة في السوق. ننتظر التقييم اللي من وجهة نظر المتعملين في السوق. مدى قوة المحافزات المحتملة من اجل ضغط السيولة في حالة ما ازا استطاع السوق انه يعود الارتفاع والاخرى. قد نذكر من هزي المحافزات على سبيل المثال وليست كل المحافزات. نتاج العمال اللبعية ان شاء الله بننتظر الاعلان عنها بعد الانتهاء من الشهر الحالي. اه قد ايضا تمثل بيئة خاصة على مستوى المضارب او على مستوى المستثمر. فيما يتعلق بارقام توقعات او ارقام فعلية. ايضا لا يجب ان ننسى ما تم الاعلان عنه من تعديل بعض مكونات مؤشرات بورسة قطر. سواء على على مستوى المؤشر الاجمالي للاسهم. ومؤشر قطاع البنوك تم استبعاد البنك الاهلي. مؤشر الريان تم اضافة الاسلامية للتأمين. على على نطاق مؤشر المؤشر العام لبورسة قطر تم استبعاد سهم اعمال. وتم استبعاد سهم قطر للتأمين. وتم اضافة سهم الميرا. سهم بنك قطر الاول. سهم المزايا القبضة. ويمكن بالمناسبة النهاردة على على وقع خبر الاعلان. شاهدنا اليوم بنك قطر الاول من احد الاسهم النشطة ايضا في سوء. اممكن في دقائق معدودة من بداية التداول. قد حجم تداول فقط فقط المليون. ننتظر ان شاء الله ونرائب اداء البورسة ان شاء الله. ابقى معنا هاني مشاهدين اكرام فاصل قصير بعدها نستكمل بقية الفقرات. رفضت كوريا الشمالية قرار مجلس الامن الدولي رقم ثلاثة وعشرين خمسة وسبعين. الذي يقضي بفرض وقوبات جديدة عليها. ردا على تجربتها النووية الاخيرة. حول مفهوم الوقوبات الدولية الاقتصادية والياتها. نتابع مشاهدين كرام مزيدا من التفاصيل في هذا الارض. اشتركوا في القناة 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 ومشاركة بأرأيكم إلى أي مدى أثرت ثقافة الاستثمار في البورصة على فئات المجتمع باعتبارها حديثة الساعة وأحضر وفد الكسب السريع في عصر اندقت فيه السبل ماذا تعرف أيضا عن البورصة وبرأيك ما هي المخاوف من الاستثمار فيها بعد هذا الفاصل مباشرة إذن نبدأ بالتعليقات عايش وحيد هي الناس معها أموال العلاج عشان تستثمر في البورصة أصلا وسام يمكن عشان ما فيش انتشار للموضوع ساعد الساعدون لأننا ما نعرف كيف التعامل معها مع البورصة يعني سريعا كيف يمكن التعامل مع البورصة في البداية يمكن في أحد الحلقات تحدثنا عن الموضوع الاستثمار في البورصة سؤال متكررة في الواقع بالضبط هي الفكرة كلها يعني من مجملة التعليقات هو واضح يعني مفروض يكون في إلعاء أدق للبورصة لازم مبدئياً يبقى المستثمر عارف أنه هو داخل بأموال زيادة عن حاجته الشخصية تمام لأنه زي ما هو ما ممكن يكسب زي ما هو كان يتعرض لبعض المخاطر اللي موجودة في السوق اللي هو نقصه بالمخاطر من نقصد شخصارة ولكن مفهوم المخاطر في مبادئ البورصة هو اختلاف العائد ومتوقع عن العائد الحقيقي اللي هو اللي فعلاً هيحصل عليه لابد من تفعيل إدارة الأموال بصورة كبيرة جداً تفعيل إدارة المحافظ بصورة كبيرة جداً لابد أن المستثمر أنه هو دخل السوق وبنى مركز مالي أو بنى مركز فساهم من ما لابد أنه هو يحدد قدامه ترجتين أكيد ترجت البيع اللي هو عايز يبيع عليه ترجت آخر في حالة ما إذا خالف السوق وخالف توقعه للاتجاه اللي موجود في الحالي لابد أنه هو يفعل مبدأ إيقاف الخسارة لأنه ده هيحميه في المستقبل من تدهور رأس المالي اللي هو دخل بيعليه في السوق نتابع علي محمد إن كانت فيها شبهة فلا والخسارة السريعة لأنه لا أمانة لها هلأ البورصة لا أمانة لها أهي ممكن زي ما ذكرنا لو فيه فعلاً إدارة إدارة استثمار المستثمر نفسه خلقها قبل ما يدخل فيه السوق أكيد هيتجنب الخسارة اللي بيشهر هاني جرجس كابير وسطاء بشركة دلالة الوساطة شكراً جزيلا لك شكراً جزيلاً شكراً لكم مشاهدين الكرام يتجدد اللقاء مع حضراتكم في خامس وآخر جلسات هذا الأسبوع في الغد بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة